من درة الموانئ العراقية إلى البصرة عاصمة الجنوب ومنها إلى بغداد والعالم نداء ينطقه ميناء الفاو الحاضن لأطول كاسر أمواج على وجه الأرض نداء عنوانه تجشين الإنجاز العراقي لتحقيق آمال كانت معقودة على عاتق وزارة النقل ليحقق فريق الوزارة والحكومة معا صورة جديدة تحيي مشروع الفاو الذي تلك طيلة السنوات الماضية الموقع الاستراتيجي الذي يعتبر بوابة لمياه الخليج العربي وبوابة العراق إلى العالم وصلت فيه الإنجازات إلى خطوط متقدمة بعد أن عمل وزير النقل ناصر الشبلي على ربط خيوط الانطلاق للفاو بمسافة قريبة مما هو مرسوم له وأول تلك الخيوط توفير نقلة اقتصادية كبرى بفرص عمل لآلاف الشباب ليفتح الفاو الباب أمام طموحات قتلت في أذهان الشباب فيما مضى ويضم مشروع الميناء بناء مصفات نفط ومجمع بتروكريماويات بطاقة 300 ألف برميل يوميا ضمن أضخم مشروع استثماري في الصناعة النفطية أما الباب الأوسع على العالم والذي يصنع الفاو من خلاله للعراق عودة النبض العربي والدولي على طريق الحرير الذي يرسم رمزية التعاون بين الشرق والغرب نقل بحري لإيصال البضائع من الصين إلى دول العالم وربط الشعوب ببعضها البعض سيما بعد أن أبرمت الشركة العامة لموانئ العراق والشركة العامة للسكك الحديد اتفاقية مع شركة بي اي جي الإيطالية لإعداد التصميم والدراسات الخاصة بإنشاء سكك حديد جديدة وشبكة قطارات سريعة لتكون طريقا للسلام والشراكة مع دول الجوار ألف ومئتا كيلومتر من أرض العراق على طريق الحرير ليكون الفاو جسر الوصول للبضائع من الخليج العربي وصولا لتركيا وأوروبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة